النهاردة عندنا كواليس واخبار وبعض الموضوعات الحصرية اللي هنتكلم فيها بشأن استعدادات الاهل للمرحلة اللي جاية قايمة المصابين مين اللي هيرجع على مباراة الاتحاد السكندري عقب نهاية الاجندة الدولية بطولة كاس فيفا انتر كونتنلتل هل النهاردة عندنا جديد؟ ولا كان اخر جديد؟ كان بالامس لما حددنا موعيد وتوقيتات مباراة الاهل في قطر كمان مباراة الاهل في دورة ابطال افريقيا بالامس اتكلمنا على الموعيد والكل الحمد لله يمكن خد مننا الموعيد ونشرها واعلنها لكن النهاردة عندنا الجديد عندنا تواقم التحكيم في المباراة التلاتة الجولة الاولى مع استاد ابيت جاني الجولة التانية مع فريق اورلاندو بايرتس في جوانسبيرج والجولة التالتة المؤجلة مع شباب بوليس داد الجزائري حلقة فيها كواليس كتيرة وتفاصيل مهمة وفرصة بقى والفريق راحة بنحاول ننوع كده في المجموعة الاخبار اللي بتكون معنا سواء محلية او حتى قرية او حتى دولية في ظل ان الاهل مرتبط بالعديد من الاحداث العالمية خلال الفترة اللي جاية الفريق لسه راحة من التدريبات هيرجع بإذن الله لاستئناف المران يوم الجمعة اللي جاية وعشان نستعد المباراة الاتحاد السكندري اكيد مرس الكولر عمل خطة عمل للترتيب لاستئناف الدوري ملف قيمة المصابين من اللي هيكون جاهز للعودة والمشاركة في التدريبات الجمعية من يوم الجمعة اللي جاية مين ممكن لسه محتاج شوية وقت عشان ما يبدأش معاه المباراة اللي جاية انت هتلعب اتنين وعشرين عندك ستة وعشر دوري الابطال عندك تلاتين اتناشر بعد كده رايح على مباراة اورلاندو يوم سبعة تلاتين حدواشر عندك سبعة اتناشر مع اورلاندو بعد كده هتسافر قطر فالعملية مش مستحملة اي غيابات فاكيد الجهاز الفني بيشتغل على كل التفاصيل دي بعد التوقف الدولي انه اكيد هتبقى كلها مباراة صعبة وهتكون مضغوطة في الفترة اللي جاي